موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مشاهدين الفضلاء مشاهداتنا الفضليات في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا فكرية في هذه الحلقة سناقش موضوع الحاجة إلى الأمن الاجتماعي والسبيل إلى تحقيقه نعم الحاجة إلى الأمن عموما والاجتماعي بشكل خاص حاجة ماسة وضرورية فاستمرار الإنسان في هذه الحياة وأداؤه لمهمته الاستخلافية على الوجه الأكمل يرتبط بشكل كبير بوجود الأمن بمختلف أشكاله وتصوراته وهي المسألة التي أولاها الوحي قرآنا وسنة اهتماما بالغة فمن مراده بالأمن عامة والأمن الاجتماعي بشكل خاص وأين تتجلى خطورة غيابهما على الفرد والمجتمع وكيف تعامل الوحي مع هذه القضية وكيف تسهم التنشئة الراشدة في إشاعة الأمن الاجتماعي الذي تسعى البشرية كلها إلى تحقيقه تلك أهم المحاور والأسئلة التي سنناقشها في هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور أبد الله الطاهري أستاذ تعليم العالي بكلية الأدب بمكنس وعضو المجلس المحلي بالمدينة نفسها أستاذ الكريم أهلين وسهلين ومرحبا بكم مرحبا بكم أستاذ يشام ومرحبا بجميع المشاهدين والمشاهدات أهم أيضا مستمعون يشاهدون ويستمعون إلينا الحمد لله في هذه القناة المباركة نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع أستاذ الكريم يبدأ هذه الحلقة بتحديد المقصود من عنوان هذه الحلقة خاصة وأننا نتحدث عن الأمن الأمن الاجتماعي ولكن ماذا يعني الأمن بشكل عام والأمن الاجتماعي بشكل خاص وأين تتجلى أهميتهما في حياة الإنسان بشكل عام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بداية أشكركم سبيل الحج هشام على هذه الاستضافة وأشد على أيديكم في هذا البرنامج الحادف الذي فيه حقيقة بناء للعنص البشري الذي يعد بنائه هو الأساس لأي بناء من أي نوع كان فأشكركم وأشكر جميع المتعاونين معكم وأرجو لكم مزيدا من التألقي والتوفيق بإذن الله عز وجل طبعا بارك الله فيكم سبيل الحجام فيما يتعلق بالموضوع الحاجة إلى الأمن الاجتماعي خاصة والسبيل لا تحقيقه طبعا كما بدأتم هذا الأمر بالحديث عن المفهوم أو المراد بالأمن هذه البداية حقيقة تنسجم مع المنطق الذي يجب أن تسير عليه الأشياء فإن الشيء إذا لم يعرف المراد به لا يمكن أن يعتنى به الاعتناء المطلوب ولا يمكن أن يهتم به ولا أن يرغب فيه فقد قال الأصوليون والمناطق وغيرهم الحكم على الشيء فرعون عن تصوره والحكم هنا لا يقصد به حلال أو حرم ولكن يقصد به الحديث عن قيمته عن مكانته عن مين بغي أن يكون عليه فلذلك البداية بتحديد المراد من أساسيات الحديث عن أي شيء آخر فطبعا الأمر لا يمكن أن يذكر ما يتعلق به بشكل فيه نوع من توسع أو شيء من التقبل ولكن الأمور على كل حال تذكر باختصار فالأمن حينما نرجع إلى المتخصصين ولا بد من رجوعين المتخصصين لأن الأمور لا تضبط إلا بالمتخصصين في جميع المجالات وإن لا يقع اختلالات كما نلاحظ في بعض الحالات وإن كانت الحمد لله قليلا عندما نرجع إلى المتخصصين من اللغويين والمتحدثين عن ما يعرف بالمصطلحات أو عن المعاني نجد أنهم اختصروا معنى أو المراد بالأمن في قولهم إنه طمأنينة النفس وزوال الخوف ومعنى ذلك طمأنينة النفس وزوال الخوف يعني نظر إليه من شقي ما له علاقة بالطمئنان والاستقرار وراحة البال وما له علاقة بالأمور التي تهدد الإنسان في هذا الاطمئنان وفي هذا الاستقرار وهو زوال الخوف ومعنى ذلك أن الأمن يراد به تحقيق السعادة للإنسان تحقيق الاستقرار لهذا الإنسان تحقيق راحة البال طلاقا مثلا من الحديث النبو المعروف من أصبح منكم آمنا في سيربيه والمقصود هنا له راحة البال وبدأ بذلك صلى الله عليه وسلم قبل أن يتحدث عن توابع الأمن ويتعلق الأمر بالراحة البدنية والراحة المالية وكل ذلك يدخل في الأمن الأمن الغذاء الآن يقال من أصبح منكم آمنا في سيربيه معافا في بدنه عنده قوت يومي فكان ما حيزت له الدنيا بحذافر سبحان الله الغنى الحقيقي لإطمئنان أساس الغناء يعني راضون بأمر الله مطمئنون وهذا هو الغنى الحقيقي الغنى غنى النفس فلذلك متى تحقق لإنسان هذا الإطمئنان وهذه الراحة التي لها علاقة بالبال وتحققت له السعادة والتمتع بالحياة سواء تعلق الأمر بما هو معنوي روحي من صفاء الروح من طهر النفس من صفاء السريرة كل هذه الأمور لها ارتباط بالسعادة الناتجة عن هذا الاستقران عن هذا الأمن عن هذا الاطمئنان أو تعلق الأمر بما هو مادي لأن هذا الدين الحليف الذي نتمتع ببركة الانتماء إليه وهو دين جامع هو دين شموري لما هو روحي ومادي لا يفرط لا في دين ولا في دون التوازن بين الأمور كلها فلذلك ما تتحقق لإنسان هذا الاستقرار هذا الاطمئنان على مستوى قوته على مستوى جسمه على مستوى عقله على مستوى وعيه فهناك أحيان يقعد الطراب على مستوى الفهم على مستوى الوعي وهذا من أخطر ما يهدد الإنسان ويجعله مرتبقا مضطربا وهذا يتناقض مع الاطمئنان ومع الاستقرار وطبعا هذا الأمر الذي هو الاطمئنان والثقة يتعلق بالفرض والجماعة ولكنه حينما يتعلق بالجانب الاجتماعي الأمن الاجتماعي فإنه يعني ثقة الناس فيما بينهم وهذا من أعظم مظاهر وجود هذا الأمر وهذا الاطمئنان الناس حينما يشعرون بالأمن ويشعرون يعني بعدم الخوف من بعضهم من بعضهم فإنهم يثقون وبهذه الثقة يتمكنون من تلاحو من تآله من تعاون من المحبة من تضحية في بعضهم بعضا من التشارك في الإنتاج في الإبداع في العطاء فإنهم يصيرون كالجسد الواحد كما قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطف كالجسد ولا يمكن أن يكون هذا التراحم وهذا التعاطف إلا إذا وجد أمن فيما بينهم أمن بعضهم من بعض لا يؤمن أحدكم حتى المؤمن من أمنه الناس يعني اطمأنوا إليه ووثقوا به مطلق الناس نعم مطلق الناس وليس المؤمنين فقط هذا أسلوب قرآني ونبوي كثير جدا أنه يستعمل لفظ الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى سبحان الله لأن هذا الدين لم يأتي لمن وفقهم الله والتحقوا بركبه وصاروا بنوره ولكنه جاء للناس جميعا وما أصدناك إلا رحمة للعالمين سبحان الله إذا جدت الكريم من خلال حديثكم عن الأمن بهذا المفهوم وبأنه محوري في حياة الإنسان بشكل عام ثم في حياة المسلم بشكل خاص فإن الحياة إذا كان فيها أمن فإن الحياة تزدير إذن ولا بد أن نتسأل عن علاقة تحقق الأمن بالنمو الفكري والثقافي والازدهار العمراني الذي تصبو إليه كل المجتمعات إذا كنا في أمن وأمان كيف نستطيع أن نصل إلى المبتغى وأن نكون مؤمنين نعمر هذه الأرض بما يصلحها ولا يفسدها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أشهد أن لا إله إلا الله بداية لابد أن نتذكر بأن الإنسان كلما بقي محافظاً على فطرته وبقي سالماً من كل الملوثات فإنه باستمرار يكون له طموح إلى الرقي تطلع إلى الازدهار تطلع إلى النمو تطلع إلى الإنماء تطلع إلى الأخذ والعطاء يعني سبحانه هذه فطرة في الإنسان إنه دائماً يتطلع إلى ما هو أجمل وما هو أحسن وصدق ربنا حين قال يا أيها الإنسان إنك كادح هكذا بالصيغة اسم الفاعل التي تدل على الاستمرارية يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً بمعنى أن الكدح لا يكدح الإنسان من أجل العباث ولا من أجل البطالة ولا من أجل الحرمان لا ديننا يدعون إلى العمل والجد ويبيننا أن هذه الفطرة أن هذه الفطرة فلذلك في طموحه هذا وفي رغبته المستمرة إلى الحصول على الازدهار والنمو بمختلف أشكاله النمو المعرفي النمو العقلي النمو الأخلاقي النمو الإيماني النمو المرتبط بالعلاقات ورشدها وحسن تدبيرها فيما بينك مختلف الأطراف سواء كانت إنسانية أو مادية أو بيئية أو غير ذلك هذا الطموح لا يمكن له أن يتحقق إلا من مجموعة عوامل وفي مقدمتها هذا الذي نتحدث عنه وهو الأمن وما يتبعه من الاستقرار لأن هذا الأمن أو الاستقرار أو الإطمئنان يمثل الإطار العام والأساس الذي يجب أن يكون صلبا ومتينا لتبنى عليه الأمور الأخرى والآن نتحدث وتتحدث المختلف الأطراف عن الاستقرار وعن الأمن وعلاقتي بالاستثمار يعني سبحان الله الاستثمار المحلي أو الخارجي الإنسان لا يستثمر أمواله لا يستثمر جهده لا يستثمر معرفته لا يستثمر تكنولوجياته إلا إذا شعر بالإطمئنان والثقة في البيئة التي يشتغل فيها ويريد أن يضحيها من أجل أن يستفيد ويفيد فلذلك هو محوري رأينا أستاذ الكريم في مجموعة من الدول التي كانت مستقرة آمنة ولكن وقع فيها مواقع فكثير من المستثمرين فروا منها لأنه كانوا مجردين نقول لكن فروا منها إذن الأمر مرتبط بالاستثمار والاستثمار والعمران العمران في هذا فيه التلاقح بين الأفكار فيه التلاقح بين التجارب التثامر هو تواصل بشري هو تعاون بشري هو تحقيق ما أراده الله من البشرية هنا قال عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبيلا لتعارف والتعارف والتعارف هو مفتاح التواصل هو مفتاح التكامل الحضاري والتكامل المتعلق بالازدهار البشري ما لم يقع تكاتف وتواصل وتعاون والاستفادة من بعض الناس من بعضهم كما قال عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية والسخرية هنا من التسخير ونعلقت لها بالسخرية التي الاستفادة وقد قال قائلهم الناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم هذا يخدم هذا هذا من تجلية الأمن في المجتمع أن الخدمات متبادلة بين الناس يثقون فينا بينهم والمصالح متبادلة بينهم الخدمات فهي مصالح نعم متكامل إذن أستاذ الكريم هذه هي أهمية ما الذي حدث عنه وهو الأمن الاجتماعي في المجتمعات الإنسانية رأيتم لو كان غائبا في مجتمع ما هنا نتحدث عن خطورة غياب الأمن في المجتمع الإنسان خطورة غياب الأمن لها تجليات ولها آثار خطيرة على الفرض وعلى المجتمع فالفرض حينما يفقد الأمن فإنه يشعر بالغربة يشعر بأنه وحيدا بأنه تمت تخلي عنه لا يثق في ذلك المجتمع الذي يوجد فيه لا يثق في الأفراد الذين يعيشون معه ويشتركون معه في الوجود لكوني بصفة عامة ولذلك تجده كئيبا منقبضا مضطربا مترددا لا يقدم على فعل شيء لا يثق في أي شيء فتجد أنه يعيش في غربة شديدة والإنسان كما قال عالم الاجتماع عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله مدني بطبعه فهو في أمس الحاجة إلى آخرين وهم في أمس الحاجة إليه وقد صدق حبيبنا عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى حين قال لا خير في من لا يألف ولا يؤلف فلذلك الإنسان إذا لم يكن يألف الناس ولم يكن يألفه الناس فلا خير فيه لأنه خارج عن فطرته التي هي المدنية التي هي الارتباط التي هي التعاون فلذلك الإنسان حينما يفقد هذا الأمن فإنه يحرم من هذا الأصل وهو أن يعيش في مدنية أن يعيش في مجتمع أن يعيش داخل أسر أن يشعر بالدفع يحرم من هذا الدفع لأنه فقد الثقة في الآخرين لأنه شعر بحقدهم ومكرهم فالفرض يشعر ويحقد على الآخرين لأنه يتوقع منهم الكيد له أم المجتمع وهذا كتوريني في أسرح مع الأسف الشديد ونرجوها عز وجل أن تكون مثل هذه البرامج وهذه المناقشات والحوارات سببا ومدخلا كبيرا في إعادة المياه إلى مجاريها خاصة أنتم تحدثتم عن النتائج العظيمة التي نجنيها جميعا من الأمن لا يجنيها الأفراد فقط نجنيها جميعا من تحقيق الأمن في المجتمع ونساء الكريم نتساءل عن تعامل الوحي أو عناية الوحي بالأمن كيف هي طبيعة العناية الإلهية سواء في قرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمن وتحقيقه في الحياة المجتمعية فيما يتعلق بالوحي بنوعيه الكتاب السنة نظر للشمولية التي فيهما فإننا وجدنا هذا الوحي يعالج مختلف ما يحتاجه الإنسان من جميع الجوانب وفي مقدمة ذلك هذا الأمر العظيم الجلال ألا وهو الأمن نجد أن القرآن الكريم تحدث عن الأمن وبيّن أنه هو الذي يوجب أو من الأسباب الأساسية التي توجب على الإنسان شكر المنعم عن طريق التعبد له دون سواه ولذلك امتن سبحانه وتعالى على قريش فقال ودعاهم إلى العبادة الخالصة لله نتيجة ما وفّره لهم وهيأ لهم من ظروف الأمن في البلد الحرام هذا البلد الذي بارك الله فيه من يوم وجد فلذلك قال عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت لماذا الذي أطعمهم من جوع لأمن غذائي وهو أمن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا يعقل أن يوفر لك ربك أسباب الأمن ويمتعك بالاستقرار وتشرد عنه وتعرض عنه لإن شكرتم لأجيدنكم فلذلك ربنا الكريم أيضا تحدث عن الأمن في آية أخرى وبيّن أنه المدخل الرئيس للرغد في العيش من أراد أن يمتعه الله بساعة العيش ويوسع له في الرزق ويرزقه التمتع بما سخر له في الكون كله لمن تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في رضي جميعا من من أراد ذلك عليه أن يحافظ على الأمن في القرآن ينبهنا إلى هذا ولذلك حينما تحدث عن القرية التي كانت آمنة مطمئنة قال عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة وأتبع ذلك بقوله ياتيها رزقها رغدا من كل سبحان الله من كل مكان من كل مكان ولكن وقع بها ما وقع من شرود وهذا يعني من طبع الإنسان أنه يشرود ولا عيب أن يشرد ولكن يجب أن يتوب ويرجع ويراجع ويحاسم كل بني آدم خطاء خير خطاء هنا التوابون هذا هو الفرق بين هذا وهذا فلذلك القرآن حينما تحدث عن الأمن جعله محوريا في باب التعبد وجعله محوريا في باب الرغض في العيش وتحدث عن الأمور التي يتحقق به الأمن ومن ضمنها اختيار السلم في مختلف الأحوال وعدم اللجوء إلى ضده لأن ضد السلم يعني فقدار الأمن خوف الناس من بعضهم وإذلك دع الجميع إلى اختيار السلم يأيو الذين آمنوا يأيو الناس ادخلوا والناس ويستعملوا الناس يأيو الناس ادخلوا في السلم كافة في رواية سبعية معروفة ادخلوا في السلم كافة وإن جنحوا للسلم فاجنح لها لا اختيار لك لا تختار غير هذا لأن هذا هو الذي يوافق الاستقرار ويوافق الاطمئنان الذي هو أصل وجود هذا الإنسان وهناك أمور كثيرة حاربها الإسلام بل ودعا إليها ومنها التعارف الذي تحدثنا عنه فالتعارف والتواصل من أساسيات وجود الأمن فدع الناس جميعا إلى أن يعلموا بأنهم من أصل واحد كلكم لآدم وآدم من تراب يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا ليحصل لكم الاستقرار والأنس فيما بينكم وهو ما يحقق لكم الأمن جميعا وهناك أمور كثيرة فنجد أنه حارب كثيرا من الأمور التي تتعارض مع الأمن وتهدد الأمن ومنها الغش في صحيح مسلم نبينا عليه الصلاة والسلام حينما تحدث عن الغش ذكر من ضمن الرواية التي في صحيح مسلم من غش فليس منه وليس من غشنا في بعض الروايات من غش قال أهل الحديث وأهل شراحي إن قوله عليه الصلاة والسلام من غش ليشمل النوع البشرية كله بغض النظر عن الاختيارات العقدية التي اختارها كل طرف هل حدود الأمن في الإسلام مرتبطة بفئة المسلمين فقط يعني بمعنى أن الإسلام يدعو إلى سيادة الأمن وتحقيقه في المجتمع المسلم فقط أو في المجتمع الإنساني بشكل عام؟ الإسلام حينما تعامل مع الأمن وتحدث عن الأمن وعالج قضايا الأمن تحدث عنه باعتباره قيمة إنسانية قبل أن يكون قيمة إسلامية فقد تحدث عنه بشكل شمولي ويعد ذلك الأصل الذي أسسه النبي الخاتم حبيبنا عليه الصلاة والسلام لحظة تأسيسه لأسوس الانطلاق المرتبط بالدولة الإسلامية بعد أن بنى المسجد وأخب المهاجر وأنصار وضع وثيقة الأساس الذي كان يراد لها أو منها أن تخدمه وتحقيق الأمن داخل الموجودين بهذا الوطن الذي هو المدينة المنورة حينها سواء تعلق الأمر بالمسلمين أو بغير المسلمين من مختلف الأطراب وثيقة جمعت شملهم ودعتهم إلى أن يكونوا يدا واحدة على من سواهم وحثتهم وألزمتهم بأن يحترموا بعضهم بعضا وأن يحترموا اختيارات بعضهم بعضا وأن لا يناوشوا بعضهم بعضا لماذا؟ لأنهم جميعا في سفينة هذه السفينة ما لم يحافظوا عليها جميعا وهذا هو الأمن الحقيقي فإنهم لم يحافظوا عليها جميعا هلكوا وهلكوا جميعا فلذلك هذه الوثيقة المباركة التي تحدثت عن كتب السيرة بتوسع كبيرة والتي فتحوا لها كتب نعم صحيح التي وضع على بنتها نبينا المبارك النبي الخاتم الذي أرسله الله عز وجل للناس كافة ورحمة للعالمين جعلها منطلقا لكل حديث عن أي أمن يتعلق بمختلف الأطراف ونحن نعلم كيف أن هذا الدين المبارك عالج قضية قضايا الأقليات وكيف راع حقوقهم وحافظ على صوامعهم وديارهم ولم يؤذيهم ولم يفرض عليهم لا إكره في الدين وذلك تمثل تفعل حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتبط الأمر فقط بوجود نبي صلى الله عليه وسلم ويجب أن تتبعها فهو قدوتها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وطبعا خلفاء الراشدون والصحابة والأئمة الكبار كلهم تحدثوا عن هذا الأمر وكلهم كانت لهم يد طولة في تنزيله التنزيل الواقعي ونحن العلم في الإسلام ما يتعلق مثلا بحقوق الجيران ويدكر الفقاء في ذلك أن الجيران ثلاثة لم يلغوا ذاك الذي خالفهم في الدين فحق الجار غير المسلم وينصون على ذلك معنى أن هذا الأمن يعني هو جوهرة جوهرة وجود الإنسان هو أمن يعد قيمة إنسانية وليس قيمة إسلامية فقط ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما تحاكم إليه مسلم وغير مسلم والعدل ويعطاء كل ذي حق حق من أساسيات الأمن لأن ذلك يشعر العبد بأنه في وضع آمن ضامن لحقوقه لا يخاف على رزقه لا يحاف على حقوقه فلذلك حينما تحاكم مسلم وغير مسلم والنبي عليه الصلاة والسلام حكم لصالح غير المسلم من عجبية إذن العدل ما في ذلك مضمونه جميع هو الأمن الحقيقي يؤمنه على حقوقه لا يخونه في حقوقه ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فالمسلم ذلك المسلم لم يرضى تصور أنه مسلم يعني يقل أن يتجاوز عنه أنا في دولة إسلامية فنزل قول الله عز وجل لم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل لك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوس يعني فيه إنكار لماذا لا ترضى بحكم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته ويسلموه تسليم إذن الأمن يجب أن يراها لكل موجود في نفس المجموعة الكونية البشرية وهذا هو الأمن بنفهمه الحقيقي في الشريعة وليس كما يفهمه بعض بسطاء الناس أن هذا غير مسلم فهو حلال الدم والمال لا أبدا الله عز وجل دعانا إلى أن نتآلف وأن نبر بغير البؤمن ليشعر بالأمن معنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم لم يقول أن تكرموهم ولكن خال أن تبروهم والبرور يعني ترى شي حاجة عظيم الإحسان فيه الأثر فيه إلى أخير نعم صد كريم وقت الحلقة يداهم هنا وعندنا ونريد أن نركز على بعض الأمور خاصة المقومات التي ينبني عليها الأمن الاجتماعي في الإسلام هناك من يذكر سيادة القانون التكافل الاجتماعي التعايش السلمي التسامح مع الآخر سيادة العدل كما ذكرتم لأن العدل من الأسس الكبرى التي يتحقق بها إذن هذه الأسس أو هذه المقومات التي تجعلنا نحقق الأمن الاجتماعي كيف نتعاون جميعا كل في موقعه وبسكوليته ومنصبه من أجل تحقيقها في المجتمع وطبعا إذا سمحتم سيد دير الحاج شام بالإضافة إلى ما ذكرتموه من مقومات أساسية ومحورية لا بد أن ننتبه إلى بعض المقومات الأخرى ومنها تجذر الأخوة سواء الأخوة الإيمانية والأخوة الإنسانية فالناس إذا شعروا بأنهم إخوة وأنهم من أصل واحد هذا يجعلهم يسعون جميعا من أنجلي تحقيق الأمن في ما بينهم ومن جل احترام حب الخير لهم ومن أجلي تحقيق ما فيهم صلحتهم كذلك ما أصرتم إليهم قضية العدل فالعدل وإعطاء كل ذي حق حقه يجعل الناس يثقون في مجتمعهم يثقون في قوانينهم يسعون إلى احترام تلك القوانين والخضوع لها وهو ما يجعل الناس مطمئنين على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ونفوسهم وغير ذلك مما هم في أمس الحاجة إليه وهذه الأمور كلها بما في ذلك مسألة التأخي ونشر قيم المحبة والتسامع والابتعاد عن العنف والكراهية والمكر والخديعة فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره وإن الله عز وجل اختار الرفق والرحمة من وصف نبيه عليه الصلاة والسلام فلذلك هذه الأمور لا يمكن أن تتحقق داخل المجتمع ويتحقق بعدها الأمن الذي هو الأساس إلا إذا تكاتفت الجهود كل من جهته سواء كان فرضا ولا ينبغي لأي أحد أن يبخس حقه وأن يقول لا ما عندي أنا شيء أقدم له على الأقل أن ترفع أذاك عن الناس أن ترفع ما يهديد الأمن تتجنب الآفات والاخطار أن تساهم في تربية نشئك في تربية أسرتك على حب الآخرين على التألف مع الآخرين على التضامن مع الآخرين على التضحية على الأثر وكذلك وسائل الإعلام لها دور أساسي في هذا الباب نشر الوعي بقيمة الأمن نشر الوعي بضرورة تكاتف الجهود وكذلك المؤسسات الدينية وغير الدينية وكذلك المؤسسات التعليمية يجب أن يندرج ويدرج ضمن مقرراتها وضمن محاورها أملة وعلاقة بالأمن وعناصر الأمن وكيف يتحقق الأمن لينشأ هؤلاء النشأ وهم محبون للأمن وهم ساعون إلى تحقيق الأمن وهم راغبون في الأمن فلذلك لا بد لكل الأطراف كل من جهته كل بحسب إمكانه كل بما تيسر له أن يسهم في تحقيق هذا الأمن وفإن يدى الله مع الجماعة ولا يمكن لأي شيء أن يبنى البناء الحقيقي إلا إذا ساهم فيه الجميع واعتبر الجميع أن الأمن سفينة نحن جميعا نريد أن نركب فيه لنصل بسلام إلى ما يريده من ربنا عز وجل وذكرتم أستاذ الكريم مسألة المهمة وهي التربية الراشدة لأبنائنا حتى يكونوا نموذجيين ومثاليين في تجسيد هذا المبدأ المبدأ الأمن الاجتماعي في الحياة العامة أستاذ الكريم اختم معكم هذه الحلقة بكلمة يقال نعمتان عظيمتان لا يشعر الإنسان بقيمتهما إلا إذا فقدهما الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان كيف تعلقنا هذه الكريم وفيها نعم حقيقة الذي متعه الله بالأمن كالذي الحمد لله نتمتعه في هذا الوطن الحبيب كثير من الغفلة التي تقع الإنسان لا يشعر بالقيمة الحقيقية لا يشعر بالقيمة حقيقة ولكنه لا يشعر بالقيمة الحقيقة أما الأوطان والجهات التي مع الأسف الشديد وقع بها ما وقع من اختلالات وحرمت هاتين النعمتين مع الأسف نعمة الأمن ونعمة الرغض فإنها مع الأسف ترجو أن تصدل ببقايا الأمن الذي ينعم به الآخرون ويسعون ويتشوقون إلى بعض الفترات التي كان فيها بعض ما لا ينبغي ولكنهم لأنهم فقدوا الأمن يريدون المخرج من الواقع الذي هم فيه ولو بأقل ما يمكن أن الخروج به فلذلك هما نعمتان حقيقة يجب أن ننتبه إليهما وأن نعتني بهما وأن نعمل جميعا من أجل توفيرهما ليديم الله علينا نعمة الأمن والأمن سأل الله أن يوفقنا إلى ذلك شكرا جزيلا فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالله الطهيري أنتم أستاذ تعليم العالي بكلية الأدب بمكنس وعضو مجلس المئة المحلي بالمدينة نفسها نقشنا معكم موضوع الحاجة إلى الأمن الاجتماعي والسبيل إلى تقيقه بارك الله فيكم وشكر الله لكم جهودكم معنا في هذه الحلقة بارك الله فيكم مرة شكرا جزيلا شكرا لكم مشاهدي الكرام مشاهداتنا الكريمات وإلى حين موعد لقاء آخر ضمن لقاءتنا في هذا برنامج قضايا فكرية أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته